اشتركوا في القناة والنخاع الشوكي والأعصاب الخارجة من النخاع الشوكي سواء اليمنى أو اليسرى طيب هل له أسباب الانزلاق الغضروفي؟ نعم له أسباب والسبب الأساسي والرئيسي اللي هو رقم واحد ضعف عضلات الظهر طيب شو اللي بيسبب ضعف عضلات الظهر؟ ضعف عضلات الظهر السبب الأساسي فيها عدم ممارسة الرياضة وأيضا طبيعة العمل طبيعة العمل يعني كثير منها يعني اللي بيجلس ساعات طويلة اللي بيظل واقف ساعات طويلة دون أن يمارس الرياضة يؤدي إلى ضعف عضلات الظهر ومن ثم يكون الغضروف مؤهل للانزلاق بعض الأحيان بيجي إنسان ما بيقدر يرفع خمسين كيلو أو ستين كيلو أو ما شبه ذلك بيرفعها بصير عنده انزلاق غضروفي أو ما يسمى أو المتعارف عليه بالفتق تمام فالأشياء هذه أساسية وضرورية لكي نعلمها ونعرفها بحيث نتلافى ما يسمى بالانزلاق الغضروفي طيب في حاجة تانية مع الانزلاق الغضروفي ممكن نشرح هيك شرح سريع ألا وهي ما يسمى بعرق النسا عرق النسا هو التهاب العصب الوركي شبيه بالانزلاق الغضروفي ولكن علاجه بسيط جدا وسريع اللي هو مضادات الالتهاب وبعض الأدوية التي تؤدي إلى الشفاء التام من هذه الحالة لكن الانزلاق الغضروفي لو أردنا إن شخصه تشخيص صحيح رقم واحد ضروري علينا أن نعمل سورة رنين مغناطيسي للدار حتى نحدد درجة هذا الانزلاق طيب إذا كان درجة هذا الانزلاق بسيطة وغير مؤثر هذا الغضروف على الأعصاب بشكل كبير ومش مسبب أي تلف للأعصاب مباشرة علاج تحفظي شو طيب العلاج التحفظي عدم رفع الأشياء الثقيلة وممارسة الرياضة بشكل يومي وخاصة وأخص بالذكر عضلات الظهر يجب تقويتها بتمارين معينة موجودة ومنتشرة تمام يعرفوها الأخصائين بالعلاج الطبيعي يعرفوها يعني أنت لو سألت أي إنسان أو أي طبيب خاص بالعلاج الفيزيائي على طول حياتك تمرين أو اثنين حتى تفادى به ويفضل أن تستمر على هذه التمارين فترة طويلة يفضل الإنسان دائما ويجعلها في حياته حتى يمنع الانزلاق الغضروفي هناك بعض الأدوية التي تعطى لأجل التخفيف من حدة الانزلاق الغضروفي وهذه الأدوية في عمومها يعني ممكن يكون كورتيزون ممكن يكون مسكنات فيتامينات تساهم كلها في عملية الشفاء التام من الغضروف طيب لو كان الغضروف متقدم يعني ضغط على الأعصاب بشكل أنه تالف الأعصاب وأيضا أدى إلى ضرر بعض الأعضاء زي الإيد مثلا إذا كان في الرقبة أو الرجل إذا كان في الظهر هذا ينصح بأخذ استشارة دكتور عظام أو دكتور جراحة أعصاب وعمود فقري لأنه على الغالب في الحالة هذا يحتاج إلى تدخل جراحي جراحي